هو إيه اللي حصل في سبعة وستين نصر كله عارفه إنما إيه اللي حصل من أمه كلثوم بعد سبعة وستين هو ما يكشفه ويقدمه هذا الكتاب برضو بعضنا يعرف إن السيدة بكلثوم شاركت فيه المجهود الحربي حتى تعبير المجهود الحربي يكون باش واضح دلالاته عند الناس فكرت في الكتابة إزاي ده يا كريم والله في الأول خالص يعني الموضوع جاي لي في خاطري عن طريق تحقيق في الليموند الفرنسية كان عن خمسين سنة عن زيارة أمكلسوم لباريس وشوفت قد إيه هم يعني محتفين بالزيارة تاريخية مهمة جدا جدا 68 بالزبط وقد إيه مرتبطة بمرحلة مهمة في تاريخ مصر وعلى قطة حتى في فرنسا نفسها وبعدها بسنة على طول تلع كتابة عنها في الإمارات عن بردن عن رحلة خاصة لها لأبو ظبي فكان قار هنا بقى إنه لازم يكون فيه كتاب يوصق كل المرحلة من البداية حتى النهاية والتدوير بقى على خرارك أنت أنا شخصي طبعا أنت محب الموسيقى ناخد موسيقى ومحب المكلسوم شخصية يعني محب ومحب المكلسوم لا أنت مش محب المكلسوم أنت متيّة دي حقيقة شرف بالله ده حقيقي يعني آه نكون شاب في مثل عمرك وفي هذا العصر يعني وعلى هذا القدر من المحبة لمكلسوم ده إداني أمل على فكرة في مصر وفي الدنيا وفي حاجة كثيرة جبيرة فقررت تعمل الكتاب وقررت عطول وكان في الأول حتى أنا مكنش في تخيل حجم المعلومات اللي ممكن تكون وردة عن السنين دي لأن احنا كل ما نكتب عن المكلسوم ما كانش آآآ جمع التبرعات للجيش المصري بعد سمعة وستين مجرد سطرين في كتاب يعني مجرد ما مفيش آآ تفاصيل حقيقي إيه اللي قدم وإزاي قدم وتفاصيل كل رحلة يعني إزاي إزاي تم عمل كم رحلة وكم حفلة لدعم المجهود الحربي للجيش المصري هي عمل داخليا أربع آآ أحفلات آآ في آآ دابرهون وفي اسكندرية وفي الغربية وفي المنصورة وعملت خارجيا باريس والمغرب وتونس وآآ خرطوم والسودان وليبيا ولبنان مرتين كويت والكويت وأبو ظهر بحرين كمان لا بحرين طيب يعني إيه تبرعات ويعني مجهود حربي هي في البداية خالص كان مفهومها حتى عن التبرعات يعني مفهوم بسيط جدا هنجمع مجرد مصارف ومجاهرات من المواطنين عشان يسد بها أزمة إن فيش عملة أجنبية في الدولة